اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين اتخذت من التعليم أساسا لنهضتها وتقدمها في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المصرية وذلك ضمن جولة الوفد البرلماني في جمهورية مصر العربية الشقيقة وثمنت مع لها التطور العلمي الكبير الذي تشهده الجامعات المصرية وجامعة عين شمس العريقة في الكثير من التخصصات العلمية مؤكدة الدعم البرلماني لتعزيز التعاون الجامعي البحريني المصري من جانبه أكد رئيس جامعة عين شمس المصرية أن الرؤية الملكية السامية الثاقبة والحكيمة لجلالة الملك المفدة تشكل مرحلة نهضة عصرية متطورة في المنطقة ولحاضر ومستقبل البحرين مهنئا مملكة البحرين على إطلاق أول قمر صناعي مشترك مع دولة الإمارات ومؤكدا دعم الجامعة لتعزيز التعاون في علوم الفضاء والبحث العلمي مع جامعات مملكة البحرين والتعليم العالي ترجمة نانسي قنقر